موقف البهي من سيد قطب في وقت كانت تعاديه الدولة والإعلام وحتى المؤسسات التعليمية في فصول الدراسة تعادي سيد قطب بناء على تعليمات الدولة يعني موقف البهي موقف شجاع وينبي عن موقف رجل العلم الحر كما نقرأ في حواره مع عبد الحكيم عامر نستمع إليه أولا وسألني عن الرأي في الشيخ أحمد الباقوري وفي محاكمة الإخوان المسلمين وفي كتاب معالم على الطريق للمرحوم سيد قطب فعرفت من سؤاله وحديثه مدى ارتباطه بشخص الشيخ أحمد الباقوري ومدى كراهيته للإخوان وللمرحوم سيد قطب بالخصوص ولذا عندما أجبته عن تقييمي لكتاب معالم على الطريق بأني كنت أتمنى أنني أنا الذي كتبته هاج ووقف من جلوس وقال كيف تقول ذلك والصحافة كلها نددت به قلت له إنما في هذا الكتاب هو رأي القرآن فيما أرى وما تقوله الصحافة عنه شيء سياسي لا دخل له إطلاقا في تقييمه يعني كيف تفسر هذا الموقف من رجل دولة أزهري ومن مدرسة محمد عبده توجاه كتاب معالم في الطريق أولا نثبت أنه بنقول دكتور محمد البهي شخصية مركبة نعم وهذه من المواقف المشهودة له طبعا يجب أن أشير إلى أنه أو بداية أحمد حسن الباقوري هو كان تابعا للإخوان في البداية وبعد ذلك لما عبد الناصر أراد أن يشركهم في الوزارة الإخوان امتنعوا في الـ 54 فأحمد حسن الباقوري استجاب فالإخوان فصلوه ومن ذلك الوقت وأحمد حسن الباقوري كان أقرب إلى الدولة منه إلى الإخوان وكانت له علاقة بعبد الحاكيم عامر فهذا للتوضيح الأمر الثاني أن محمد البهي رغم أنه كان وزيرا في الدولة إلا أنه كان يعاد الشيوعيين ويكتبوا ضدهم وكان الشيوعيون يعادونه ويحاولون إزاحته من الوزارة حتى أن كتبه لم تكن تطبع في مصر وأحيانا كانت تمنع من دخول مصر فهو كان محافظا على قدر من الابتعاد بينه وبين توجه الدولة وكان يتمتع بحماية خاصة من عبد الناصر ويبدو أن عبد الناصر كان يحط بهذه الحماية نكاية في عبد الحاكيم عامر وطبعا ذكر في مذكراته أنه تعرض لمضايقات من عبد الحاكيم عامر ومن زوجته برلنتي عبد الحاكيم عبد الحميد عبد الحميد كانت ممثلة نعم ولأنها كانت تريد أن تستولي على البيت الذي كان يسكن فيه محمد البهي لكن هنا بالمناسبة مدرسة محمد عبد لا تعادي سيد قطب ولا سيد قطب يعاديها يعني سيد قطب يتكلم عن محمد عبد باعتباره الأستاذ الإمام نعم يذكر ذلك نعم فمحمد البهي لكن ينتقد عليه الغلوف العقلانية والتأويلات نعم صحيح صحيح ما ينبهار بالغرب هذا كله نعم ذكره سيد قطب ولكن يعني هو يقول هذا ويعذره نعم يعني يحتفظ له بمكانه ويعذره لكن هنا سنجد هذا الموقف الذي ينبغي أن يسجل لأنه موقف رجل أزهري يعني كتاب معالم في الطريق يصور على أنه دستور التطرف نعم فنحن الآن أمام رجل أزهري يقول بأن ما جاء في معالم في الطريق هو رأي القرآن ومش بس أزهري دولتي يعني رجل أزهري مؤمن بالدولة واستخدم عصد دولة في إصلاح الأزهر ومع ذلك يرى أن ما جاء في معالم في الطريق هو رأي القرآن لكن أيضا يحضرني كلام علال الفاسي في نفس العبارة ذكرها في كتاب على كتاب السلام العالمي والإسلام قال عندما هداه سيد قطب الكتاب وبعد ذلك سأله عن رأيه فقال تمنيت وأنا صاحب الكتاب نعم يعني بهذه الصورة يعني السؤال يعني ما الذي يخشاه الطغاة وأذنابهم أيضا من كتاب مثل معالم في الطريق نعم هذا هو سؤال جوهري الطغاة يخشون أي محاولة لتفعيل القرآن لتثوير القرآن للعمل بالقرآن وإلا فجمال عبد الناصر هو نفسه الذي أنشأ إزاعة القرآن الكريم طيب ما هو إذا القرآن يتلى على الناس دون أن يعرف الناس معانيه ولا أن يعرفوا ماذا يطلبوا منهم وماذا عن ماذا ينهاهم فلا معانا للقرآن أنت كقول الله تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار ما هو إذا الناس تسمع القرآن آناء الليل وأطراف النهار ولكن لا تعرف من الذي يطلبه منهم القرآن فلم يعد القرآن فعالا تعرفنا قول الشاعر الذي كالعيس في البيداء يقتلها الضمى والماء فوق ظهورها محمول فهنا قيمة كتاب معالم في الطريق أنه إحدى المحاولات بل المحاولات الثورية القوية لتثوير الإسلام وتثوير القرآن وتفعيل هذه القيم في تغيير الواقع وهذه هي خطورة معالم في الطريق وخطورة أمثاله من الكتب ولكن حيث نحن بنقول أن الأزهر إذا من أرادوا أن يعتبروا أن الأزهر هو المرجعية فهذه آراء جماعة من الأزهريين رجل أزهري بل كان وزيرا لشؤون الأزهر في كتاب معالم في الطريق الحقيقة ما ورد في معالم في الطريق ليس تطرفا ما ورد فيه هو الإسلام بالفعل ولكن محاولات تجين الإسلام وتحريفه وانتقاص العمل منه هي التي تنظر إلى هذا المجهود باعتباره خروجا عن الاعتدال نعم طيب الآن ربما حتى الموقف من سيد قطب وما أثير حوله وحملات التشويه وأيضا بعض من ينهج نهج كما يسمى بالاعتدال كيف يتبرأ منه ويدعي بأنه فيه غلو وغير ذلك يعني قضية سياسة إسقاط الرموز والتشويه هذه كيف تعلق عليه؟ والله أنا في تقديري يا شيخ عبدالله أنه سيد قطب على وجه التحديد من الذين تجاوزوا هذه العقبة يعني سيد قطب رجل تعاديه الدولة منذ أن مات قبل أكثر من خمسين سنة ومع ذلك فعند ذكرى وفاته في كل عام تجد حملة شعبية إعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي لإعادة التذكير بذكرى سيد قطب يعني رغم أنه كان منبوثا إلا أن الناس تتعلق به وترنوا إليه وفي النهاية سيد قطب أحد أهم الشخصات الإسلامية بل وأنا أذكر هناك ما قاله فايز الكنداري في كتابه البلاء الشديد والميلاد الجديد من أحد المحققين الأمريكان في جوانتنامو قال له سيد قطب هو أخطر رجل على أمريكا في النصف الثاني من القرن العشرين فسيد قطب يعني حتى كتابه الأشهر في ظلال القرآن في الواقع أنا حين يستنصحني أو يسألني أحد ما هو التفسير الأنسب للقرآن الكريم لا أجد كتابا يجمع بين العاطفة القوية والتعبير الأنيق والهداية التركيز على هداية القرآن ليس التركيز على المعاني والغرائب والأحكام الفقهية التركيز على هداية القرآن مثل كتاب سيد قطب يعني حقيقة هو هذا الظلال كان درة من درر الفكر الإسلامي في هذا العصر وسيد قطب يعني عملاق بالفكر الإسلامي كما وصفا عبد الله عزام